نشوف محلله أونس بورت عن أفضل لعب في الكرة المصرية حالياً وفي المباراة مين وقالوا يعاني أهلي كان عنده فجأة سعيد مع وليد سليمان وليد سليمان رائع لعب رائع جداً نجمل مطاق ونجمل فترة لفتر مصرحة في مصر بس أهلي أنا أهلي أنا كنت متخالي وليد سليمان بلزبط كنت متخالي أهلي حيتأثر جامد لبرحيل عبدالله الصعيد لكن وليد سليمان مش حاولها تكشاف نفسه أنه هو لعيب كبير لكن فعلاً بقى لعيب ليه مسؤوليات ضخمة ومش مجرد جناح خطير لأ لابا لعب يمسك كرة بيتحكم في النصق فلعب أنا يعني بصراحة بقدم التحية على الفتر الفاتر بطفق معاك تماماً في حتة دي لأن تعرف الأهلي كان عنده عبدالله الصعيد وليد ستنين لعيبة من اللي بيقدروا يصنعوا الفارق ويغيروا الريتم بتاع المطشاة ويتحكموا في إقاع المباراة وهكذا بما شاين عبدالله هو كل الحدوثة أن وليد بقى ما عنده مسؤوليات أكتر النظرية بقى وهي أن النقطة اللي أنا هاخد منها من كلام أيمن برضو كارتيرون والكورات القطرية كارتيرون لما جاء الأهلي كان فيه انتقادات كتيرة جداً للطريقة اللي بيلعب بيها والطريقة تحت الكورات الطولية والحاجات دي في الحقيقة هي قاء فيه عليها تحفظات بس نفس الوقت من أهم المميزات عند المدير الفني يبقى عنده فلسفة في الكورة وعنده طريقة في الكورة يحاول يطبقها وبعدين يطور فيها اللي حصل في الأهلي بالضبط هو أن الراجل جاء لعب كورات قطرية كورات طولية كان فيه مشاكل واضحة في موضوع البلاي ميكر وغياب عبدالله السعيد لحد ما مع تطور الأمور أصبح اللعيبة أكثر هدوءاً وأكثر فهماً للمتطلبات فابتدى ناس زي وليد سليمان تلمع بقى مرة تانية لأنه خلاص هو ركب في تأولي لأن الكورة القصيرة اللي بيعاب حسام البدري كان مع الأهلي مثلاً بحتاجة حد زي عبدالله السعيد اللي هو النهاردة مثلاً وليد سليمان مراقب في المباراة تماماً في بداية المباراة ومنتومان وما فيش نفس لو دم الطبقة لعبدالله السعيد عبدالله هينزلي مع حسام عشور وراء يبتدي اللعبة من وراء علشان دي الطريقة اللي بيهرب بيها إنما مع الكورات الطولية وليد سليمان كان بيهرب على اليمين فهو بيلاقي نفسه أصلاً لأنه هو أساساً وينجي مين بيهرب ناحية الشمال هو بيلاقي نفسه في المساحات دي فالطريقة بتاعة كارترون هي أنعشت وليد سليمان وخلت وليد سليمان يطلع أفضل ما عنده وليد سليمان كرته غير طبيعية في الحاجة طيب إذا كان الحاوي واحد من أهم اللعيبة اللي الكل مجمع عليها فالصفقة الطويلة الكبيرة المؤثرة السد العالي بس الحقيقة ولي سليمان اللي المتوقف هو فيه إيه؟ عشور يبقى مصمار الدفاع طول السنة في كل الاسفتاءات ومحور الأداء التكتيكي ويروح ما فيش مع المتخب مص حظوظ وليد سليمان طيب ده رجل هداف بالإضافة على أنه لعيب تكتيكي رائع وبيدافع وبيهاجب يعني مش تناشجي لا وكارترون حطه في حتة صنع اللاب دي ما شاء الله يعني دايما كان وليد كله شايف أنه ما بلعبش إلى طرف تدعبه في الشمال أو تلعبه في اليمين مميز يعني يلعب صنع لعب ويبان بالتأثير ده ويسجل هي عملية إلغاء لعب في صحيح العالي حاجة مش هادة لفهم